بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم أحييكم تحية الإسلام تحية الأهل الجنة وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمه لي أن أعرفكم نفسي اسمي عناية ثلثة النعمة أجلس في فصل التاسع في أسنفئة ابن أباس قطن يا أيها الإخوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاكا لأحد إلا لمؤمن إن أصابته السرى شكرا فكان خير الله وإن أصابته الظرى صبر فكان خير الله يا إخواني وأخوتي في الله يختبر الله بمشكلة أو بنعمة في هذه الحياة ونسيان الإنسان على شكر الله على ما أنعم به عليهم وشك الإنسان وشك الإنسان في مشكلة صغيرة تظهر إلى مشكلة كبيرة عندما يختبر الله بمشكلة لماذا؟ لأن قلة الشكر والصبر على نفسه في هذه الفرصة سألقي لكم عن شيء مهم في حياتنا الذي نستعمله في أي حالة كان عندما تكون سعيدا أو حزينا وهو الصبر يا إخواني وأخوتي في الله هل أعرفتم معنى الصبر؟ وفي الرأي أن معنى الصبر هو الصمود المستمر على الأشياء المؤلمة وقالت أستاذتي أن معنى الصبر هو أن لا يشتكي الإنسان ويغذب لغير الله غالبا ما يكون الصبر مرتبط بالمشكلة أو المصيبة أو شيء مشقه ينقسم إمام ابن عبد الدنيا الصبر إلى ثلاثة أقسام الصبر في موجهة المصيبة والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية يا أيها الإخوة أولا سأبحث عن الصبر في موجهة المصيبة يختبر الله كل الإنسان ولا يمكن أن يتخلص ولا بد أن يحلها الحياة هي الإمتحان وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونغص من الأموال ونغص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إن الله لا يذيع أجر الصابرين فإن أجر الصابرين مضاعف لماذا؟ فأسألكم أليس الصبر صعب ومر؟ أليس موجهة المصيبة بالصبر سترفع درجاتنا لكل إنسان عنده مشكلة ولكل إنسان صبر يا أيها الإخوة ثانياً الصبر على الطاعة إن القرآن هدى للناس فيه الحكم وسنة تنظيم حياتنا لخلق حياة المنظمة لا بد أن يطيع ذلك الحكم الطاعة يحتاج إلى الصبر حتى تتحقق الحقوق والواجبات مثلاً الصيام في الشهر الرمضان الصوم هو الإمساك عن الطعام والشرب وسائل المفترط ولا بد أن يصبر عند الصيام فإن لم يصبر فلا يطم الصيام إلى وقته يا إخواني وأخوتي في الله الصبر هو الإمساك عن المعاصي والشهوة والشهوة الأمارة بالسوء كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن النفس نفس العباد تأمرهم بما تهوه وإن كان هواها فيما في غير ما فيه لضع الله ويقول إلا أن يرحم ربي من شاء من خلقه فينجيه من اتبع هواها وطاعتها فيما تأمره به من السوء ولكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء أي الفاحشة وسائر الذنوب فإنها مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان إلا ما رحم ربي فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها منقادة لدعي الهدى متعاصية عن دعي الردى فذلك ليس من النفس بل هو من عند الله هو من فضل الله ورحمته بأبده يا إخواني وأخوتي في الله الدنيا متاع الغرور تصبروا بالصبر الجميل الصبر مر ولكن ثماره مذقة جدا والصبر مر في مذاقته ولكن عواكبه أهل من القصل بقدر ما تعتني تنال ما تتمنى وما اللذة إلا بعد التعب تصبروا بصبر الجميل فاستعينوا بالصبر والصلاة وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَبْ وَهَيْ صَحَبَتْ إِبَيْسِكَ تِذِيكِ فاستعينوا بالصبرpping فاستعينوا بالصبر فاستعينوا بالصبر Sabar itu memang melelahkan, menyakitkan, pahit, namun akhirnya, akan manis. Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang sabar. Pahala orang sabar itu akan terus dilipat gandakan oleh Allah. Dan selama kita hidup, kita akan terus bersabar. استغفر الله لولاكم الحق من ربك وإن وجدتم مني خطيئا فأطلب عفوا منكم شكرا على حسن احتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته